السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والجمال على كل جمهير النادي الاهلي في كل مكان. ما تنساش لو الفيديو دي عجبك اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ودوس لايك. ولو ما عجبكش برضو اعمل كده. ان شاء الله هنشر حاجات وهتعجبك. ما لكش دعوة نعرف ما صحتك احسن منك. مبارح ادوارد مندي طلع مع هاني هتحوت على قناة سادة البلد. وتكلم كلام كويس جدا عن محمد صلاح. المهم الراجل هو بيتكلم بقولك ننتظر مواجهة النادي الاهلي في كأس العالم للاندية. ننتظرنا احنا يا باشا ليه? اوه هتكون فاكر كلام محمد مجد افشا مع شاد محمد وان احنا بنطمح في الفوس بكأس العالم للاندية ده بجد احنا كنا بنهزر. ارجو الكلام ده ما يوصلش للكابتن لوكاكو والشيلا. يعني احنا هناخد كأس العالم الاندية اللي متواجد في تشيلسي. بطل دور انجليزي بطل اوروبا ومتصدر الدورة الانجليزي حاليا ومحدش قادر عليه. واللي بيلعب مع مواجم. مستر لكاكو والحارس. حارس المرمى الاساسي بتاعه بقول ان احنا مستنين الاهلي. في كأس العالم للاندية. يا باشا والله لو سمعت كل اي حد بتكلم من الجماهير عن اي حاجة ده زمال كوية. وعملنا نفسهم قلوية مش احنا خالص. مقامكم محفوظ. وبعدين المدافعين بتوعنا على الدينة والله يعني بدر بنون. ايمن اشرف. رامي ربيعة الجماعة دول يخبطوا مع الترجي. نفشخ الزمالك. نلعب الوداد. انما انتم مقامكم محفوظ. يعني احنا كل املنا. كل املنا. ان ما يبقاش مواجهة بطل افروكيا مع بطال اوروبا في نص النهائي. وانت يا باشا تصعد النهائي وانا حاول اصعد. ومقامك محفوظ والمركز الاول والبطولة محفوظ. ده احنا لو وصلنا للنهائي هنحتفل بالمركز التاني. وقابل الماطش قابل النهائي. ونعمل لك ممر شرف وندخلك ونرجع لك هبتك. ونعمل لك اللي انت عايزه. انما كل الكلام اللي بتقال ده اشعات. اشعات يا باشا ما فيش اي كلام من الكلام ده خالص. ما فيش اي حاجة من الحاجات ده بتحصل. بتقول اه? لقاكو مصاب? بالله? طب ما يرضى لك ده بقى احنا ما بيهمناش حد. تمام? وواجهنا باير نميونيخ وهو كان اقوى فرقة في العالم. اي نعم اتغلبنا اتنين صفر? جنف الشوت الاول وجنف الشوت التاني بس قدمنا اهداء كويس يغلب ببطل الفرق. وفي ناس اتغلب التمانية. وفي ناس اتغلب الستة. واحنا بقى ما بنخافش بقى اي حد. لا لوكاكو. ولا حاكم زي ما احترمنا لاخواتنا المغربة ولا لأي حد. الاهل بقى اهم حاجة عنده الفوز باي بطولة هو يدخل. وكلام محمد مجد افشة في محله. واحنا ما بنخافش من حد. واللي عندكو عملوه. تمام? بتقول ايه? ايه? لوكاكو كان اصابة طلت اسابيع بس وخاف. ما هو جاهز من الاسبوع الجاي? يعني ممكن يشارك في كاس العالم الاندية? طب يا باشا احنا على اتفقنا ان شاء الله. وبعون الله المركز الاول لك. واحنا كجماري النادي الاهلي. بندعي ربنا من دلوقتي ان ما بقاش في مواجهة خالص. ما بين الاهلي. وما بين تشيلس في نص النهائي. وانت تسعد يا باشا واحنا نسعد. وزا ما اتفقنا الممر الشرفي. والبطولة لحد عندك. وانت والشلة والكابتن لكاكو على دماغنا من فوق اخواتنا المغربة. وكل زي الفل. وكل الكلام اللي انا قلته ده شوية حماس من واحد بيحب الاهلي. اشتركوا في القناة